شكراً للميك و يكشوره صنعي صنعي مرحباً يا جميل و أهلاً و سهلاً في حلقة جديدة من Unjaded podcast اليوم ضيفته مسلبانان 2022 ياسمينا زيتون و أهلاً مرحباً شكراً لك أنت أخبرنا شكراً لك توقفتك سفرات كيف كانت سفراتك ما كانت أخر مرحباً؟ أولاً قامت لك مرحباً ما كانت مرحباً؟ مرحباً جميلة كنت نزلتك على مرحباً في فيلوك ما كنت أعطبك على يوكيب أولاً قبل أن أتعرض ايه 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 ينزلتفيه وكل فأمس مزبوط انا باي انت عنديك اوان شو فأنو بعرف ان تحب البودكاست وتحضر كتير بودكاست وفحللت ان تحب اي بي تاكت انا كمان انا ما عندي مشكل احدر انتروفوا 3 عامن انا عن جد من زمان كنت تحضر بودكاست من كتير زمان انا كتير بحب الانتروفوا حتى الامراد في حضر انتروفوا اهلي يضحكوا ان انا انا بحب هايك من انا وصغيرة فما لا احضر من قبل حلقها لأونجيد أكيد أكيد ومع مياس حضرتها مع باتريك بتذكر كتير بـ your interviews مثلا بس أكيد لأنه بتاع في وقته لبنان حقق نتيج بأسيا ويحكوا عن مياس وكانوا عم بيحكوا عني كأنه بعد أدي كانت أربع سنين من الشرحة بالأربع سنين كانت سنة أربع سنين ما في مثل لبنان ما في إفنت أصلا من مثل لبنان في لبنان فكانوا خلاص رجعت حطيت لبنان على الخريطة كيف كان نحن 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 نفوت كتير كتير حلو شي كتير غريب أنه كيف حياتي بتنقلب بليلة أنه فتت عمس لبنان أنه عم بشتغل على حالي وإن شاء الله يارب أربح وأهلي معي وعم بروح التمرين كل يوم بس أنه هيدا الليلة أنه تخيل أنت فيت هلأ فيت عندك سهرة وعم تزبط حالك وعم بقعوا الميك أب وهيكا أنه منا عارفش حيصير بعد ساعتين بهالساعتين قلبتك الحالي أنا طلعت عمس لبنان أنا أنا أخبر الأن تتفوق معي حتى أكبر متى إستغرامك بيكون زيد تoute الغراء أنا أنا كان 16000 في نفس الليلة 100k أداة كان 50 16 16 16 لو أن 50 فتخيل انه أنا أخبر أنه سألعني فالبنان كيف أخبرك ما كان هذا لكن أنا كنت بشوك يمكن لمدة أسبوعين أنه أنا أستمع بأنه حياتي أنا أتبع أعتقد أنه أبع أنه أبع من الحلم انا تخيل انه طلعت من الامتن رح بدي روح على الوتال نحنا كنا في الوتال فجأة بلاقي عالم على طريق انه يهي مثل لبنون انا هلأ اعرفون بس انه ساعتين طلعا مثل لبنون فكان شعوري كتير غريب واهلي كيف انه قدموا بسوطين قدموا عم يصدقوا كيف كعالم منهم يحكي لنا من سنين انه هلأ عم يحكونا فكتير كتير شي غريب يعني حتى بحسب بي لبنان يعني كتير العالم تحب بتحب يعني تحضر الشو طبعا مثل لبنون خاصة بعد 4 سنين ايه بعد 4 سنين الى زمان ويعني كأنه ناس مثلا تعمل بتزبيت قاعدة لتحضرها مع رفقاتها مع العائلة وهيكي فانو بيهلك ساعة قبل قبلها بساعة يمكن كان في ماتش باسكت مزبوط كانوا قاعدوا على الباسكت كاملوا مثل لبنون ايه هيد الافتر بارتي كان في معين جابر انه حضر مثل لبنون اول مرة بيحضروا بحياته بس لانو كان فيه باسكت تقبل وكانوا كلهم شباب عنده وهيكي قال لي انو تخيارك كلنا شباب عم نحضر المسلاب انا هماشي ما يكون عم بيحيسوا لانو مشكلة صاريت السكنة رياضة يلا ايه 9.3 عفكرا هيد الكمال بكرا اليوتيوب تعفي انو اذا ما بالحلوان ما بقول العالم دا يعملوا سبسكرايب ويعملوا فالو ما بينسوا بس بس تقول العالم انو سبسكرايب ذي دول فال يلا 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 وفولو يلا تيك تاك وإنسا كلهم موجود إنستا يوتيوب كل شيء اكيد ياسمينة شو هتكافر فيه بعدين ها ها او في الامن وما تنسوا اما منكافر حلا حلا انا انا جاءت شوائع على البودكاست ايه انا جاءت انا اصوري بس لا اصور بس بودكاست بلا ايه ايه مثل اوديو وثائق مثل حلوية انو كمان بس دوا دي ياسمينة شوصة ولكن أشعر أنه أسهل قليلا. أسهل؟ أشعر دائماً عندي إنترويوز بثبت حالة أنه يجعبني بس أن أضع ركورد وبدأ أحكى. صح. كأنه مثل ما واحد عم بيكتوب مثلا هي جيرنال ويكتوب ب... أنا جيرنال أكثر. كأنه عم بحكم على العالم نفس الشيء. و تشوفي فيدباك من العالم أنه حلو بيحبه و بس يسمعوا يردوك. أشعر دائماً أنه صور و إفنت و هيكا بس أنا بحس حالي أنه ما عم بعمل شيء اللي يجب أعملو. إذا أنا بس عم بنزل أسس ما بتفيد العالم. أنا بحسب الزنب شوي أنه بس ما عم بيستغلوا بطريقة حلوة. حتى لو بس خمس أحدهم عندهم فيوز ما عندهم مشكلة. بس هم كون عم بعمل شيء أنه بيفيد العالم. مضبوط. مثل الكونسابت اللي أنا مثلا على غير بلاتفورم سوشال ميديا مثلا مثلا تسي تيكتوك أو انستوغرام. أيام توصل إلى أرقام كثير أعلى من مثلا بودكاست وانتكونا عم تحكي عن حديث. بس ما في كونتنت. ما بتتقرب يعني الأشخاص اللي عم تحضر لك أنه آه أوكي. يلا ونكس. وحنا بيوصلوا بحياتهم في عندهم بيك باست. بينزلوا متل ما طلعوا بسرعة. هذا اللي بتصير هيك أنه ما في عندهم بيربس ما في عندهم كونتنت. ما بيساعدوا العالم. لا شيء. تخترع متل كور أودينس لليك. يعني بيتقربوا إليك بيسيروا يعرفوا. كيف بتفكري؟ بتحس إنو بيتقربوا منك وذي يريليتوا أكثر منها مع أزو. مش كل واحد حيادر يحس يعني أو متل تريليت مع حدا مثلا بهم. مش كم شخص حيكون مثلا بهم بكل حياته. كتير إليل. بس إنو بس يشوفوا إنو بتقطعي بيسير اللي هن بيقطعوا فيها. وبتفكري مثل ما هن بيفكروا. إنو تتعلم. كم مرة كنت عند رائد كاربت. وفي حدث هقلنا إنو ما بتحس أنت كيف تكون كثير قريبة من الأودينس لليك. إنو هيدا الشي بيقلل من مستوى مثل لبنان. أنا عيوست شاكت. طلعت فيها قتلت إنو سوري. إنو أنا من جيلهم لهد الأشخاص اللي عم يتابعوني. إنو أنا من عمرهم. إذا إنو بحكيهمعة ما عم يمرأ. أو أنا أشعر مشايس أو أو عادة كلنا من الأمر بانه� الانعام. ولكن انا اخير همه انه اذا بده يكون مرحباً من شيء اذا بديك شوف ايديك شوف ايديك بده يكون مرحباً من شخص انا اشار كل شيء معك لذا فى لدي كل شيء مرحباً بالعكس بحث هذا الشيء هو اللي بهال للشخص هذا الشيء هو المنطلات العديمة بالميديا لا لكن لابنون يجب أن تكون قادم لا يجب ان تحدث ايدي ولا يجب ان يقرب بس تعمل اطلالات وانه وخلاص تختف لا تحكي كثير بس ناخد منها الكلمة هيك بس لا اشي عم تتغير ومثل ما عم تمشي هذا هي الطريق مضبوطة اللي لازم واحد يمشي فيها اكيد كثير سمعتيها انا كله بيقلي كثير مبيني اكبر من عمري بس بحثت مثل لابنون كان عمريك 19 يعني حتى يعني بالشكل وكيف تحكي وكيف تتصرفي مع العالم قدي سمعت هالشغل انا من لما عملت انتربيو مثل لابنون يعني احنا قبل الابن نعمل انتربيو قبل بنهار بس فتت وقالولي ان ادامني قلت لهم ان انا 19 فان انا ذكرت لعفية انه هيدا 19 اطلعت انه موحي تقالي انه انا 19 انه سيستغلبوا انه لا اكيد انت قصدك ببيني 19 قلت لهم انه ساروا بعدين انه يسألوني انه بركة انه اوكي رحكي اطلاع من انه ساري اسألوني اسئلة يشوفوا اذا انه هيدا البنت عم تحكي حكي اكبر من عمري انه ساري يقولوا انه شو دير سقتلان انه جورناليزم قالوا لا هيدا هي قلت لهم لا مخاص مخاص سنة بس سنة عمر الجورناليزم بس لا ملاحقت سنة عمر الجامعة بس ماذا تحسي هكي انت هل قدي مثلا حتى تحسي فارع بينك وبين الناس بعمريك انه اكيد تحضر بالحيات يقولوني هكي انا من انا وصغير هكي انه هكي مام تقول انه قالوا لك السالون اصار لك السالون انا ربيانة بسالون يعني لكي اخبار النسوان هو السالون هو الهل انا تخيل حد انا ربيان بسالون يعني تخيل يعني كلش اخبار عن جد بيمروا علي مثلا امام تعمل ميكوب فبيفوتوا النسوان بيفتحوا قلبهم كنت تحسيون انا انا اسمع 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 هيدا اللي عملت هكي وين عملت هكي هيدا الشيء كمان هكي بتحسه انه اعطانك اكسبيرينس يعني عرفت كتير اخص اصغر اكبر من عمري بعمر صغير وكمان انه كيف اهلي ربونا يعني كيف انه كانوا يحملونا مسئولية كيف انه كانوا يحكم معي كأنه اكبر من عمري مش كوي بايبي انا اوكي يلا روح لأ كنت تحسيون لانسوان ولا بس كنت تسمع يعني كنت تسفودي معهم بالحديث انا عمريت كنت تحدث يعني وقعت نصايح كمان وشفت محلبي عملنا ريسوش كنت ام بحضت شوى من مويباليتك سمولة يعني باركي اكتر غيست فيه عليه موجود كونتنت ونترويوز عادة مثلا يكون مثلا شغلة واحدة للغيست ليكي شغلتين حمد الله يعني عندما فيه ميديا وبرس يعني ساعات يعني نحن عليك انه مثلا ميست يونيورس بيكونو عنا ميديا ويكنا انا هلا السنة كلها ميديا كلها ميديا وميديا ييرا ايدي بس ما علي حر انو بحازيك انو اصلا بتحب الانترويوز فعلا انا احب انا و هيك انو اتس ناترل تويو مثلا انا مثلا بس انا البودكاست ما بحس انو انا 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 شغلة او انترويو لا انا ايلا انا كايزوا يلا و اصغار و جواب انا اهدي كونترال انو ناتشي انا اصلا تجي انا كيف وصلنا لهون انو ليش ليش نا قدمت عمس انا بلان ليه هلا انت هون معنا شو صار لك هي اكميليشن لكتير اساس يعني ساره بحياته انو اول شي متما قللي انا كيف ربيت بهالاندوستري يعني بحس حالي انو ربياني بههدا الشي باعرف بهالاس بعدين أهلي كيف ربوني وكمان أنا كيف فتد على الجرناليزم أنا كثير بحب هذا الدمان يعني كالجرناليزم وتيفي وانترويز سوفتنا هنا وهيك بعدين ستقدم مع كثير مثلا تيفيز أنا بدي أقدم كأني تيفي برزينتر أقدم هون وهون وهون ما كان يمشي الحال أو مثلا لا بعدك صغيرة بعدك مخلصة جامعة فأنا أنا ما عمد فوت على رأسي أنا ما بدي خلص جامعة وإخر شيء دور على الشغل بدي أكون قرادة عمشتغل فأنا شفنا في كاستنغ في مثل لابنون وإنه كنا قاعدين أنا وأهلي قتلوا لبابا أنه في كاستنغ قال لي أوكي روحي قتلوا لا أنه أنا عم بعمل بدي أسمينا الشو بس لا ما حدا يعرفني بس لا أني حل ولكن أنه في كونتنت روحي أنت هيدا تشانس لناترك وانت يورادي وما بعرف شو رحت عمثل لابنون عملنا الكاستنغ كان مليان بنات يعني ولا واحدة كانت معي بالمثل لابنون بس لم أدمين على الكاستنغ كان كتار فأنا عم بطلع أنه معقولي أنا هلا ينقوني أنه هلقد شي بنات بأذنين أنه عن جد حينقوني ما كنت عم صدق أنه عن جد حيصير فتت على الانتروفيو كنت هايك عم بتضحك ويلا وتمسخر ومع الجوري وإني قلولي أنه أدام اللي قلوه أنه إنسين نفس الشي سمني أو ماي جود وما بعرف شو ويحكوني أساس وأنا بس أنه فيتاهك أتسلى أنا طلعت وعم بيقولولي أنه خايش في حدا عم يتضحك هون بالبنات اللي فاتو فهيك صارت يعني وبعدين بعد شهرين إجاني أنه أنه وانه وأنا أوز أنه أو ماي جود سأنا شهرين ناطرة أنا وباي بعدين بلشنا للمس لبنون وأنا كنت أنه اشتغلت على حال يعني أنا من أفغيل لا أكتشل من قبل قبل بشهرين يعني نحنا بلشنا مس لبنون بتجون أنا قبل بأربعة شهر عم أتدرب بالبيت عم بتدرب على الحكي جيب توبيكس شو ما عقولي سألوني عم بتدرب على المشا بالكعب أنا ما كنت أمشي بالكعب إنه ما بحياتي فانزل على الدرج وإطلع على الدرج وامشي بالبيت وبلش سرعة تيبا شمارة على ثلاث من مثلا طلعت على ثلاث من بالكعب أيا ما حيت قالله هلتش سرعة من الكعب يعني بالبيت إنه بلش هندلنا ثلاثة شهر يعني بس عم نسمع في جيران تحتكون لا لا بس نحن اي بلا لا اطلع وانزل بلس ما تطلع على الأرض انتم عم تمشي بلش فانروحة رادي يعني بس وين كنت تلاقيه مثلا إشيات تعلمية يوتيوب الانترنت كيف لأنه في كتير تشانلز بيعلموا لأنه في مثلا بيو اس ديما في باتجنت كل البنال بيقدمع بكل ستايت اي اي في كتير تشانلز انه في كيف تتمرن كيف تعمل كيف تدبغ راضي شو بتخدمها شو بتلبس على الانترنت فأنا كنت عم بحضران كل يوم ففتت بجراء كتير شو كان أصعب شي بهذا البروسس كله بتحسي انك تكون كتير منيح يعني لأنه في كمبتشن العالم بفكر انه كمبتشن بس على الشكل بس هي أكتر من هيك انه مين عنده مثلا عن جد بيفوت في عنده طلي مين عنده بيعرف يحكي فأنا انت عم تكارن عم تكارنوك بحدة تاني فأنت بكتكون دايما منتلي اوكي انا ما عم تكارن حال بهذا الشخص انا بحبها البنت بس انه انت كمبتشن تكون يعني مية بالمية نفسي وما اكره البنت اللي معي يعني ما حس انه لا بدي اقتلهم كلهم انا بدي اربوح اتسنات بيبين اي انه بيبين مين تكون مرتاح مع حاله اكتر مين عم بيتمنى وما حدثت وطفولتي كيف geht كيف كانت مهتم 楢 لا لم تتبق م ال ping ابدا احب لم 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 احب نخت ل跟大家 永 تل قليلا بي arrivé حالك اي عندما سأنام شوكي معداد فأنا لم أكن أقراس في المدرسة أبداً رفقاتي قالوا لي أنه بيز ياسمينا ركزي وهيكا أنا خلاص في عند حياتنا تريتنا بس لقيتي حالك بالجورناليزم أكليست يعني هون بتحسي أنه تغيير توجيه تنظريك لأنت كيف مصلاً أكيد بس تروحي المدرسة وما عم تعمل شيء أنت مبسوطة فيه ومواد أنت بتحبيه غير مصلاً بس تكون عم تدرسي أنا بدأت فكرة إنترويوز من عندما كنت عملي 7 سنين في عندي إنترويوز بعملها مع أمي مع بي مع أخواتي أجيب مي كوزنز أعملهم أنت وائل أنت هاي فواهبه وأنا بدأت فكرة إنترويوز فمن أنا وصغيرة هايك وكل يوم سابت فيه من ساعة سابعة بعمل لك اليوم الليوك اللي لا أعرف شو وبدأ إنترويوز يعني خلقت لها شيء لا أعرف لصراحة بصوريينوه وليل عمليك 7 سنين وليل لازم شي نهور يطلعوه إنترويوز وعائلتك على يوتيوب هاي الفكرة ستنظر على يوتيوب شكلها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وبعدك بالجيمة كيف هم تحايا معك الشيء؟ السنة هي السنة لا ما أقدرت أول سمس رحت بس ما أقدرت لأنا كنت عند السفرة وهيكي بدون أن أتدن السوء بطلت لو كانت أونلاين بل كيف تمشي صعبت ممكن بعدين نكمل أونلاين بس أنا هلا ما أبحث إيه وقدة هي بعد فيش سنتين يعني إيه سنتين أوكي أهي واحد إذا أجدتوا كبيرة مش يعني أنه لا في دائسة أنا مرسل معنا ذات الشيء ذات الشيء نور كمان ذات الشيء عملت أول سنة ووقفنا ووقفنا إيه بس إنه واحد يعني مشكل واحد طريقه مثل غيره واحد كمان لا تكون حياته يعني في ناس بتخرجوا ولا يشتغلوا في ناس بتجيون فرصة هنو عم يدرسوا السوء ما فيون يدروحوا هالفرصة لأنه في كتير ناس عم يشتغلوا سنين لأنه يسألوا إن احنا أخذنا صحيح وبعدين بكرة إذا أريدك تكفي أنا أعدم تكفي على وقتك أنت بس يكون عندك وقت فراغ أكتر ساعتها ساعتها أنت بتكفيها هلا مثل عبنون نقبلنا هون شو الغي يعني أنت بلشت التحضير كله قبل ما أقدمت ولا لا بعد ما أقدمت وانو بعد ما أقدمت وانو هون بلشت 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 بتفاجأ وقت بلشنا في بنات بلشتوا يعملوا ديت وسبور سنة سبعة شهر عم بقت البحال انتو هلق بلشتوا وكان صعب البروزس طبعا السبور والديت وكل هؤلاء ايه ايه انو ما كان بحياتي هالقد انو ماشي عسك الجول وهيك فانو بس انو كان حالو يعني رأسا انو خلاص في قول نحن لازم نوصل له تحسي حاليك انو عم توصل حاليك للبوتنشل اللي انت عندك ايه وكل البروزس طبعا مثل لبنون كيف كانت كيف حسيتي شو كان احلى شي فيها تقربت من البنات ايه سراحة انو العلم تتفاجأة بتفكر انو بالفريباريشن بيكون انو فايت وما بعرف شو هيك لا بالعكس كان شي كتير حالو لانو البنات بيكونوا كتير كتير منها احيانا احنا بين بعض ما من كل مثل مثل عالم بتفكر اكيد عم بيتخانق او اكيد هلا ما بعرف شو عم يعملو بالعكس لانو احنا من اجتمع على تربيقه على الغضاء منتعب سوا منهلك سوا انا في مره سورنا من الساعة ستة السبح لثلاثة بلاب احنا موعدين نتصور هالقاضي انا مو معوديا انا مو معوديا انو احنا كان كتير صعب وما كنا بانوت كنا عم نتصور بمنطقة كتير غريبة وتعبنا وخلص شوابنا وعملونا شعاراتنا شي السبع مرات انا بحس تعبنا سوا الميديا انو عم تقطعوا بزيت الشي سوا يعني ما حد على حي فهم ما حد رح يفهم كون اكتر من بعض ايه واسيبنا مثلا نبكي سوا ندحك سوا نتوتر انو قبل الستاج كيف نحنا منكون هيك انو عم منعبت بعض انو خايفين انو شو حيصير هالا في حدا من البنات اكتر شي هيك كتير قريبة الفرسرن اوب كيف سعبت انو انتو اتنين تلعتو الالف ايه ما بعرف صراحة عالمس هل يقولوا انو اكيد كنو عارشين كلمال هيك انو صاحبة بس انو رحنا فجأة هيك انو ويكليكت يعني انو بس تعرف انو اول مرة شفنا بعض عاد قعدنا حد بعض وسنة نتحدث وهيك ومش الحال ما بعرف كيف اجد بعد انتلعتو انتو اتنين اخر كم ساكنت يعني انا وعم بمسك ايدي عم بلا انا معقول انو معقول عن جاد هذه اللحظة يعني هنو عم بيقولوا انو شو عم تحسن قبل ما يقولوا يعني حتى وقتا كينو مياس سألتو انها السؤال بس قالوا انو ولا مياس رف انو 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 اللي بحثوا عبت قطانت هذه الكام لحظة القلبي كبارك عم بيضالوا محلوا اللي كان انا شعه تحسنتم يكون بيان قلبيك عم بيضالوا محلوا مفيك توصفها صراحة يعني هنو قالوا انا عبوا اولو قولوا ايا 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 بس بدأ اخوان وقفوا انا خلاص لو سلت قالوا انا ياسمينة انا انا حسنت حالو ترت انا غمت عيوني وطلع هيك شي من الستايج انا حسنت حالة التفوق يعني وانا عبوا عبت انا ماني قادر فتح عيوني انا ماني قادر اشوف انو انو انجد ان هيدا مانو حلم فانو اذا بتشوفوا بالفيديو ودلت عبتتة لمايا انو بليز ما تتركيني انو حلم ولا حقيقة شو مصير بعدين قالوا بليز انو حطوا التاج لياسمينة انا انا اوكي ياسمينة خلاص عايشي اوكي بيالا حطوا التاج وهاا انا اتذكرت على هيدا اللحظة بتذكروا قطة ميس يونيورس قطة تغلبت ستيف هارفي تتذكره حراما جيد انت اكتر شخص بقدر يفهم هيدا المواقع ايه لانو واحد بيوصل معه الادريانيل خلاص انت صرت طاير انت أكتر بيوصل ايه لقد تجد فيها ايه يكون انو اعيكوا في الفلبينة والكولومبيا ايه ممكن ايه ايه حافظة حافظة ايه ثم انو انت ايه حالو ايه معم هذا الشيء جيد نعم أوليك كأنهم ضبطينا أبحث حرام الزرمي قاعدة تظهر لشي ثلاثة سنينة لا أعرف أنه هناك يقولون أنه لا أنا أبحث أنا أبحث لأنه تذكر إلي اسم First runner up على الكارت سأبقى لك شي تحت الوادن شكل فيه أسرات أسرات المهنة كيف كانت أكيد كثير كثير كبيرة كانت مثل لابنون كل حياتي تغيرت بعدين لدي شي أكبر تحضر له وصفر وتحضير لا مستنوفر كانت كثير كثير جيدة أنا بدأت أدارة بمعريمة فاكية وصفرت لعنده فكما كانت كثير جيدة فرق كانت كثير جيدة كانت كثير جيدة كانت كثير جيدة كانت كثير جيدة وعلم كثير تعرفت على أشخاص كثير وبعدين وقت صار جد وصرت عم السنور أنا ما كنت عم صدق أنه عن جد هلأ بطل فيني نشوف حدا لتو ويكس وغلأ صار كله أنا يعني يعني خلس ما في مبقى في حدا إذا شو ما صار في أنا وبس فكان شي كثير صعب وحلو يعني أنا كنتنطرة لو يوصل الإكسperience بالسنور لأنني أشعر أنه كثير سيكبر وعنجد كثير وعنجد كثير لأنه أنت تخيل أنت بدأك تفيق على الساعة ستة ترويقتك على الساعة سبعة ستبدأ تغير المنزل ما كان عندك على الساعة ثمانة لا ترجع إلى الساعة تناعش بالليل زيت نهار تاني شي تاني نهار نزيت الشي حكا مع أسكري بلأك تفيق من الصبح تخيل أنت كل يوم تكتفيق من الساعة خمسة ونوص تعمل ميكاف وشهر تكون ردي كأنك رايح على الساعة الآن يعني أنا أنزل على التربيئة أنه أنا هلأ بسهرة ولا بتربيئة كلنا بحيات ودراسز وشعر وميكاف وإيكا مع ريما فاكيه كيف تحسي؟ كثير حلو لأنه ريما كثير تقربنا عنها من بعض كثير حبينا بعض يعني حسينا في كثير أساس بيننا وهي شخص كثير كثير منيح وكأنه كانت مي مام يعني هناك هي بتقول لي أنه أنا عندي يكا أنت ولادي هلأ ما بقى في حضاء كان كثير حلوة وهم تحسي أكتر شي أكيد يعني كثير أعطي كثير تبس بس أنه في شي هيك مثل أو شي جملة مثلا كثير تحسي أسريت فيك أكتر من غيرها مش معقول تنسيها قالت لوقت تكون على الستاج تخيالي أنه هناك دو أشخاص هنا يطلقون عليك أحد يريد أن يتحبك أحد يريد أن يتحبك فأنت تذهب على الستاج كأنه يتحبك أنه أنت في اثنين يطلقون عليك هيدا بجيئك هيدا بجيئك فأنت قدر حتكوني مبسوطة فالستاج هيدا بجيئك لأن كل شيء على الستاج يكون بعقلك ماذا تفكر يبين للعالم صح هناك أحد يفكر أنه كل العالم يطلقون علي ومش حبيني وأنهم يتحبوني وأنهم يتحبوني حدثت لها ملبك صح فرق ما تحوط إن كل ما يكونوا محلة مزبوط حتى وقتها نور صورنا الحلقة بعد ما نزلت كانت عم تقل لي أنه كان عندها تقريبا 40 ألف شخص وهي أنا وحضرت الفيديو وكانت أكتر مرة باركي بشوفها هي أنه يعني أحلى مرة بحياتها بس شفت الفيديو بس هي لأنه هيدا الصوت جوة واحد عم بفكر بكذا شغلة حسيت حالة أنه هي ما عملت نيح بس شوف الفيديو بتقولي لا أنه طلعت بحالة أنا لا أكتر لا أم بعمل نيح فهيدا الديالوج واحد أنت شو عم بيحكي مع حالك واحد شو عم بيحكي مع حاله شو بيقول لحاله كمانا واحد هيدا الديالوج تبع الشخص هو بينه وبين حاله كتير بيأثر عليه يعني واحد يا بيقدر يعلي حاله أو يوطح حاله حسب أنا زادت الشي سار معا بالسويم سوت كلهم سيقولول لأنه هيدا ياسمينة او مي جاد أنا قدام بيينة قوية قدام بيينة أنه واحدة تانية لأنه أنا براسة كان أنه شفت ريما فقيح قاعدة بغرق أول حدا نقطة من فوق الأولر لمس يونيفورس كو كاتا أنا أنا او مي جاد كو كاتا كو كاتا أنا أنا عن جود حتتلع لعندي أبا شويت ماشي فأنا كنت كتير محمسة خلص أنا شفت أنا شفت أنا شفت هيدا هل قد مبسوط فيك هم تحمسك وفيت حلاوي يبغي الله خلص فأنا أعطيتك مثل هذه الموت جامسية على لبنانة ونيكي في أمريكا يا حبيبتي وين سوروها داخليكي بأمريكا بلوزيانا بلوزيانا وحبايت أمريكا كيف أمريكا حالة لوزيانا شوية غريبة غريبة نعم نعم أيضا بلوزيانا شوية غريبة لا أعرف بالتعرف لا أعرف نعم بيكس بين شيء بشيء فرانسي وشيء من أمريكا بيكك أمريكا ريكو أو انجلسي لا أعرف نعم نعم أعرف مذهل بذيكرة صح كم أخذ بذيكرة لا أعرف واحد بس يعيش هيك اكسperience ما ضروري واحد يربح يعني هي جوست الاكسperience اني تعرفتي على العالم على الاكسperience يعني قدي تطورتي قدي تطورتي حالي انا تخيل انت رايح رهونيك عند خمسة وتبينين بنت معاك صحيح ما بتعرف شي قاعد باقودة مواحدة ما بتعرفو يعني انا وصلت ع 12 بالليل ساعة 2 نهارا على ساعة 7 لازم مكون فايقة وتخيل صفرة من لبنان عالم فيها وقوادت ع الاؤداء ما قد نعم فتة اي بلاد ما هو? كرويشيا مدنايت إذا وصلتت إلى 12-12 ساعة السباح وأنا كانت ضائعة لأنا جميلة نفس الشانتة وعطين نفس الشيء أنا أخذتها لها فتحت لقيت شوز وقد ظهرت أنه لن نجي على شوز ما عملتك؟ عندما كانت نعفي عنها أدفيزر عندما قلت لها أدفيزر أخذتها لقيت لقيت كيفيك؟ أنا لبنون أنا لبنين كيفيك؟ لقد أدقوا إلى المطار وهيك وقالوا إيها تاني نهار كانت فايق أبكير كمان وبدأت نهار كأنه ما في ولا جاتلاغ ولا شيء أنا زيت شيء صار فيه أنا أحد وصلت من أمريكا ثانين بالمستشفى السيادات عادة ولا كأنه صار شيء وعلى الإدرانالي بتحس ما بتحسي لا جاتلاغ ما في شيء أوكي وصلتوا يعني أول نهار شو كنتوا عم تحضروا أول نهار بدنا ننقل كل نربسهم يعني الأوبنينج بدنا نقول اسمنا والبلد منبلش نشوف إذا نحنا عنا أمراض أو شيء نشوفوا أول هالث بعدين بيعون معنا كذا انتربيو يصير يأخذوا ديتلزي ديتلز ديتلز يعني شو شيء انت معايك تحسي بيعطيك لك شو انت معلمة من أميك شو شيء ما بتحبي بحقك بالسيريو أنا ما في حياتي مفكر فيهم فنعمل كذا انتربيو من نقل السويمسوت ويشوفوا أوردرس إذا فينا تلع فينا على الستيج ونعمل كل يوم في عنا نعمل بي سي ار يعني بي سي ار يعني لأنه إذا في حدا عنده كورونا بحطوه لحاله ومبلش تريقتنا ومبلش يعني كل نهار لأنا بكتنطر ومبلش تريقتنا ومبلش ومبلش تريقتنا ومبلش تريقتنا هل كانت في الأطراط؟ كثير من أطراط نحن وقعدين بالكعب؟ نعم من أطراط نحن لأن ندارب على الستيج ويضع الكل ويتخرج واحد من أجل تحرك لا أنا وصلت إلى الظهري كيف كان الديناميك يعني مجاربة تخير 85 من الناس كيف كان هيدا التعاطية أول شيء ما نعرف أسماء بعض نعرف أنه لبنان فلبين إيطاليا أحب إيطاليا أحب إيطاليا من سيدنا نحكي أنه أين لبنان؟ تخيل أنت عم تحكي تحسن شوية غريب أين لبنان؟ وأنت أين على الخريطة؟ شو في شي هيك فاني انكاونتر حدا من البنان؟ لا نحن يسألون أنه شو تحسين عن لبنان؟ شو لبنان؟ كيف الصحرى عندكم؟ لا نحن لم يعرفوا أنه شو لبنان؟ ما أريد أن أتحدث عن لبنان؟ مصير أنه شو بتعرفوا؟ غير الانفجار ايه يا ربي لا تزبت لا 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 يوجد انفجار هناك أساس تاني في عنا حياة طبيعية يعني عندكم حياة وعندكم هيك وحد العيشين نحنا حياة كثير تدهرو؟ سيارات؟ سيارات؟ بيوت شفاج حتى هناك نس لا أعرف لا أعلمهم جغرافيا؟ لا أعرفوا لا أعرفوا أنا أيضا لا أحدهم من الدول نحنا لن اعرفوا إني أعرفوا هذا ي cellphoneفاجن يعرفو أنه سيارات ظلت في اسمه لا أعرفين لا أسالت في محلات لن أعرفها لن أعرفهم لن أعرفها كيف تتحدثوا كانوا تقومونوا بها وتعملوا، نعم نتحدث أنا نحن نتحدث بكل شخص في البنان إني ألم أحب بيزة كلهم شعبوا للأكل لبنان قمت بخير أيضاً، كلهم بيعفوا للأكل لبنان مميز أستراليا ستعرف وأكل للبنان أكتر منها مميز أستراليا لديها أسراليا هي تشتغل أول شيء مع اللبنانية بتعرف كل شيء حمص، وراء عريش على زيت، بكب بتعرف تسابسلية خارجة ولبنانية كيش شيء للبناني مش غرق كان هناك أشعر كثيراً أصعب من المسلمين بهذه المعارضة؟ لا كان أسهل من المسلمين أسهل؟ كيف؟ كان لديك أشعر؟ المسلمين كثيراً ومعاً لبعض في لبنان كانت صعباً ومعاً لديك بعض من المسلمين يعني كثيراً تشعر أنه يمكن أن يفعلها أصدقاً نعم لديك أصدقات مرحلة يجب أن يكون متحقاً ثم يشعر من العالية تشعر بالمصابة من الوضع لا يوجد أيضاً يجب أن تكون بشعود كان هناك أشعر أكبر زيادة في سوق معه زيادة في حال الفيديو حتى ي 방송 الكنترون حتى يمكن أن تكون هناك عمل كثيراً في المسلمين قبل أن نصل إلى الزيادة قمت بإنسان فنحن صاريخنا وصل انه كن هنا بجي حمسونا قبل ما نطلع على الستيج ستخيل انت انه 85 بنت عم بيصارخوا مثلا لانه نحنا كنا بدلا نبكة قبل ما نطلع قد ما كنا خايفين حطولنا اياها وبلشنا انه اول مرة بحس فيها للغنية انه اول مرة تفاكري على الادة من معنى ايه 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 هل عم تذكر فيه هول فيديوز بيطلعوا طبعا كل كل مالكي جَميل عم تعيية اسم بلده ايه ايه Или حملت مالكي جونيات بلبنن لاحظتي انه الاول د انها العايات انه العام ولكنه لا ت pana Dayton انه كن هناك System انه ليس اتذكر في الفكرة чиديوoming لكن هناك أنحكوون من أن يتحدث لنا كان هناك ردو من ماكسيكو شeteو压gnذ! بنيو اورلين تخيير انه انا كنت في صوتة تتقول كيف مكسيكو قدمها بصوتة كله الليلة كله الليلة ايه اكتر من USA يعني اي اكتر من USA كنت اكتر شي مكسيكو حتى بريهرسلز نحنا قبل بنفس النهار وقت عملنا ريهرسلز لأول مرة كان بيخلوا حدا يجي يحدى ريهرسلز فكنهم كله مكسيكو انا ازال ان شاء الله هيك هنكون احنا كنوا اكتر يعني هو كونسبت البيوتي باجانس ان واحد ينزل مستابلون مستابلون ميس يونيورس حلو انه الواحد بياخد هيدا الدور انه هاي المسئولية انه انا بديمسل البلد برا بي احلى طريقة بديمسل البلد الليبنية الكولتر طبعنا بس كمان يعني كتير بيصير في ديبات على انه موضوع انه والله انه عم بيتطلعوا على بس انه جمال البلدات هيدي هي المسكونسابشن it's not about physical appearance it's not at all حتى بمثلة بنا مش عن هيك يعني في كتير الناس قلت انه في حدا احلى من اسمينا it's not about that at all يعني نحنا وقت مستابلون بيركزوا اكتر شيء عن الانترويوز مين بيقدر يكون يعني يفرج حاله بطريقة حلوة بس ما فيه يعني هلا اذا نقول مستابلون مستابلون بطريقة نحنا بالانترويو بمستابلون بطريقة بس ما بتحسي مثلا هول هولي مثلا هولي مثلا بتحسي مثلا ما اقول بكرا يلاقوا طريقة احلى انه يقايموا شخص بيرك بلا سكور او بطريقة مثلا تكون voting مثلا بين هالعرار ايه كامل بتحسي مثلا ايه كامل ايه كامل ايه كامل تخيل كتير ايه كامل تشايا عم يعملوا ولبنان عم يعملوا ايه كامل تحسي مثلا لانتقول سيقرار من مختلف مثلا باركي حدا هو شخص من كل بلد ويكون انه هيكي في قصة نحن ما منعرفة عنه في قصة عن جد بسأل حالة كيف صار هيك كيف صار هيك في قصة ما حدا بيقدر يعرفه هيدا هو يعني باركي مثلا نقى انه بين هول العشر بناتنا حبيت انا جواب او بين هول اللوكس مثلا حبيت هيدا بديل ما انه انا عبالي عطيها 9.3 انا اصلا سألتهم تاني نهار التأت بحدا من الجوري سألتهم انه كيف عملتوا هيك كيف صارت قالوا لي انه كل حدا بيعت بيحط طب 15 واكتر حدا بيجيب انه اكتر بلد بيكون مثلا حطينه بيحطوه طب 16 يعني عارف كيف كذا كل واحد بيحط اسماء وبيبعدين بيجمعون ففي واحدة قلت لها انا حطيت اسمك بس ارجعوا انا او حدا تاني محلك قلت لها انه خلاص ما مالعرفة ما مالعرفة ما مالعرفة وكتير حطا بيسمعوا وشفت كمان بالانترويوز انه طلعوا خبريا وصايت وهايدة حدا شو طلعوا الخبريا ايه طلعوا انه باي ادافة وانا اروا حدا دافة حدا من تقطر من الشيء بس انه حتى البنات بيعرفوا انه ما كان في هيك اصاس حتى البنات لي معا بيعرفوا انه بالعاكس كان كتير فار بس انه هيدة الميديا بس بيطلع بالهم يطلعوا اخبار بس انه كلنا اخبار يعني هنا بيقولوا بس انه بمثلة بانه انه ممكن يطلعوا هلا ثلاثة فحطوا كذا اخبار عنا هلا ثلاثة حيالوا حيب تطلع بيقوى الخبار بيسيب تطلع خبريا انا شفت قتلكن بس انه حطينا عنا كلنا اكزاكلي وكل سنة بيطلع كل سنة بيعمل ذات الشيء انا انا خلاص انا خلاص انا خلاص انا خلاص حتى حتى مش كحكي كشكل لانه الستيريوتيب بره كيف العالم تطلع على لبنان عندهم هيدا النظرة انه والله المارة اللبنانية مثلا ايتي جميع صح وكتير بيعملوا ما في غير بيعملوا تجميل وخصوصي مثلا بالكولتر العربي يعني كتير كتير بينظروا على البنت اللبنانية والله عملية تجميل كيف تحسي انه انه انت قدرت مسلا تكسري هذا الستيريوتيب انه المارة اللبنانية منه هدا اللي انت لكن هذا كان كمان one of the reasons لش انا ربحت لانه they saw انه I'm still natural وانه بعد نمحافظة على الشي اللي انا I have it فهيدا الشي كان كتير حالو وانا كتير ما بسوطة انه كتير بنات they can relate يعني كتير كبنات عم شوفهم انا I look like you قالوا لانا بشباهيك قالوا لانا بشباهيك بشباهيك مبارش وحبايش بي مثل حبايش بيك سو انا بحس انه I represent تشباهيونه بكبس اليوم فالشي كتير حالو انا بحسو مش حدا جايب من كوكب تاني وعم بعمل سيلابريتي علي انه انا بشوف انه عنجل بشباهونه فالشي كتير حالو انا بحس حالة منه نعرفت كيف مش حدا مغير بشفاف مغير بوجه I'm not against يعني انه حداك لوحب يعمل بدوية بس انه انا هيدا حبيت انه اوكا مسلابانون تشبه اللبنانية صح وبحس انه يعني اكتر شي اللي خليك انت توصلي حتى يعني انت قلت بالاودشينز انه انت كنت كتير ريلاكس وكنت حالك وكنت عم تمزح وبس عم تكون شوق انت انت مين مين ياسمين ما عم جالب تكون انه ولا انا لانه نازل بس لبنان لازم يكون هيك وليزم اطلع هيك وهيك تعاطم على العالم كنت حالك وهيدا اللي خليك ميزي كبيرك بالاودشينز وبمس لبنان فا I think هيدا اكتر اكتر محلوين او المساج الحلو اللي انت عم توصيها للعالم انه انه كونوا كونوا انتو كونوا بي يورسيفز على أدمى فيكن على الماكسيموم يعني اكتر وهيك انت وصلت بي يورسيفز ويكون مرتاح مع حاله انا 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 واسع من حالي و بس انا 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 وحتى في انتروفيوز في انتروفيوز الحمدلله الحمدلله انه بيعملوا وبيموا قصص مننا مش من وراي من ورا الاسئلة اللي بيسألون انه 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 انت مثل لبنان كتير كتير هايبر و ماذا بعمل يعني انه انا حيات حلوة او لا انا حاسينيك حلق خفيت شوية هديت انا وما تلعت مثل لبنان كنت كتير اوبر وطول لا ما هديت ولا ش بقدني ازيت الشي او فبتحس انه بدون مثل لبنان تكون بهك كادر وبدون يحكوا عننا انت بكادر ليش انت فكر حالك شو فانو الحالتين محطر دوال حدا وخلاص ام وخالص that's how I am that's amazing انجد يجب ان يكون حلو انه عم توصيله للمسج للعالم مش موالا حتى عم تقوليها بس عم تكون حالك وعم توصى للمسج لا بعرف انه اهليك اميك وبيك العائلة عندهم تأثير كبير على حياتك وهم تحسي اكتر شي يعني هيدا تأثير عم تحسي فيه هلأ بحياتك انت كام اسلب انه غير نحط الصور هلأ اول ما اربحت مثل لابنون يعني اول ثانية يعني عم باعبت فيها مام قلت لها انه انت البحتة مش انا فحسيت انه هي عتتتني كتير قصص انا استفدت منهم مثل لابنون غير انه شكل عتتتني كتير هيك يعني من حكي بحيث حالي اي مام حتى وقت الانترويوز بحيث حالي عم تحدث كأنا مام عم بشارك اصص مام حالي كتير حالو هيدا الشي بحليكتو مبسط يعني اوكي انه اي مام اي مام اي مام وهيدا كان احلى شي من الاسس اللي صارت مثل لابنون انه اي مام اي مام اي مام اي مام انه واحد بس يحس انه انه اهله مبسطين حتى لو ادمى حياته بكرا عميل المصاري بس انه يحس انه هيدا الاحساس انه انه اهلي مبسطين مني لو قد ما كان ناجح ماديا او بيوصل لأعلى البوس انه احساس انه اهله مبسطين منه ايضا واخواتك انه الحمدلله اي مام يعني يشوفوا انه تلوك ابتو مي يعني اوكي انه 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 خيي واتي روح المدرسة انه 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 او مي جو بس انه انه اوكي عمله كتير اصص فادينا احنا انا كملت هيدا الشي اولا ما كان تشايفة انه او ميت them proud وهيك بعدين later on بس باي سري اللي انه ياسمينا انت كملت يعني حتيتيني انا اوصل لشي انا كنت بحرام في او او انا بدي او هيدا شي بخليني ايك او بدي انه انه قبل انت بودكاست مه هي اللي عرفتنا علك عام عم 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 عام عم او عم هيدا عم انه هيدا هي أهلة لأنه في نور أكتاني في خيئ أسمه جعلت بلاش ببكاست حضرية وهيكا أرجوك يا سميمة أنا أتزل مني من البديل المحلي خلص أعطوها الكاملة إلا أممسح إلا عن جد It's amazing أنه أنه في هذا أنه أنتو كعائلة يور كلوس وأنه كمان أنتو ثلاثة ونحن ثلاثة فإنه كثيرا نحن بنتان وصعبة نحن صعبين خيك أدي عمره أصغار كثير 13 13 أريبراين 10-11 أريب الديناميك حلاء برات مس لابانون وبرات مس يونيفورس يعني حيني the events شو كان أحلى أحلى أو أحلى شي صار ماي كامس لابانون لهلأ كامس لابانون شي صار ماي أو شي صار ماي شي عملتي وقت زارة المدرسة اللي أنا كنت فيها كتير بكيت وقتا لا أعرف لأنه لم أعد أموش لا أبكي لا أبكي لا أبكي لا أبكي لا أبكي أنا أكثر أموشنر بالعالم بس أنه ونهار ونهار يعني وزع بك لا أبكي توزع بك لا أحسنت كتير غريب أنه أنا ما كتحب إيش على المدرسة هلا أنا جاي بإجراء أموشنر بالمدرسة أموشنر بالمدرسة أموشنر بالمدرسة تغير أنت كنت تروح للمدرسة ما أنك عارف يعني ما أنك عارف ما أنك عارف شي حيصير بعد كذا سنة وفترجع بعد سنتين أنه كل شي بحياتك مغير حتى أنه كيف كل اللي كانوا معك يعني هؤلاء اللي كانوا وقت أنا كنت بالمدرسة أنه عم بيطلعوا علي كأنه إجزامبل أو أنه أنا لازم بدي أحكي شي كنت أنه سبيتش كتير غريبة أنه أنا بمدرسة عم بحكي سبيتش أنه كنت أتلع فيهم مثلا يجيبوا أشخاص يحكوا معنا هلأ أصدت أنا محلن فهيك هلأ بعدني يعني معديك كنت إليك سنة أو سنتين كنت بزيت الكرس إن حياتي كتير غريبة صراحة أصدت أعرف قد الحياة غريبة حتى عن جد الحياة كتير غريبة بس حتى سكسين سبنتين أيتين هيدا العمر يعني بس واحد أقرب بيشتغل أكيد في منه عم بيحضرون عم بيحضرون هلأ بهيدا العمر كتير مثلا واحد ما بيعرف المستقبل شو ناطره شو ناطرله شو حيعمل أي اختصاص بده ينقيره فأكيد أنت بركي كان عندي كيدا لأنه أنا وين حكوون بعد كم سنة وأنا كنت دائما كون هيك كتير سترس أنه بدأ أعرف شو حيصير بليز عطوني ساين بليز عطيني ساين شو حيصير أديم على هيدا أديم على هيدا أنه بدي ساين بس بس عن جد كان في ساين بس أنا ما كنت عم شوفوني مثل شو مثلا في شي مصلا أنا أنا أتذكر هلأ بعد نعم في حدا مرة لتقيت فيه بعدني قبل كنت بقدمع مثل لبنون بس بعد ما أجل أبروف أو ما كنت بعض حدا بيعرف ما أنا بقدمع مثل لبنون فحلا طلع في قال لي مثل لبنون أنا أنا ماما شو عرف وانت قلت له لا بس أنا بينك أنك ملكة جميل لبناء أنا قدمع حلوة أنا أنا ما هيد ساين عم تمزح ما ما كنت بعض ما حدا بيعرف وقو أنه داكتور كنت بعض ما بيعرفني أول مرة بيشوفني بحياته طلع من أوضة قال لي مثل لبنون أنا تعالبي بابا أنه أنت قتله قال لي أنه لا أنه أنت مثل لبنون وقال لي بس أنه بينك أنا ملكة جميل اسملة شوية جميل نعم متغزل فيه بس أعلم بطريقة كأنه عارف مثل لبنون مش أنه أعطى كومبل مثل لبنون حكينا عن أحلى مومنت أنه بلكة رجعت على المدرسة بس كان فيه أصعب أصعب لحظة ترؤية هذه الفترة أو كان فيه شي مثلا مثلا هيدا أصعب فترة لأ هالجويني طبعا من أنا بس مثل لبنون لك ما حكذا والله أو هيك أنه حس بعد Mr. Universe it was hard اي ليه يعني يعني أنا كنت عندي كتير هوب Mr. Universe وكنت حاسة أنه it was unfair لأنه في كتير أصص يعني مش بس أنا كذا بنتحطين وأنه ضمن الليست مش لقال شكل حال لأنه كان في عندهم كتير potentials أكتر من طلع طب 16 يعني ما بقول أنه يمكن هنا ما عمل الشي ساق أوك هنا يصطف لي هم بس كنت أنا حاسة كنا مقارنين محططين بدراسنا لدينا أكسبيكتيشن غير لي صار فبهسة كنت أنه أهلي أجوا مشوار من لبنان عامريكا كلمال يحضرون وإمنا أنت طب 16 كنت بشوك فهيدا كانت صعبة اللحظة بس أنا استغربت من حال أنه مبكيت ما عملت هي رياكشن لأ كنت بعض من بشوك بتعرف لم أكن أرى أهلي لأسبوان أنا أرى أهلي من بعيد أنا كنت أريد أن أعبد بابا لكن بابا عم يعمل حركات وقت أنا بابا عملي عملي شي هاك أنه كون قوية أنا برامت فج بلاش تقبكي أنه هنا بعيد عم شوفهم وهنا النزل بالأطل اللحظة اللحظة محمي محمي لم أكن كنت قادرين تحكو أنه تحكو قبل ما روح على الأدوائزر ركضت وراها الأدوائزر وقفت دم أم أم الأدوائزر تلعت فينا قلت لأنه ما حقريك روح عبطيك عبطيك فهيدا كمان هيدا اللحظة كان كثير هيك غريبة أنه تخيل عم تشوف أمك بس ما فيك تعبطه بس وبزيت القتال يعني بزيت القتال يعني أنا مثلا أم بلس تلع شوفين هلأ حق أمره أم بزيت لأنه ياسمينة 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 صار الشوك وسيت الفكرة بلاشت استوعبك كيف ظهرت حالك من هالفتر هنا كنا عملين أفتر بوارتي بعد من سونيورس رحتي رحتي ولا مرحتي شو بده أحتفل غيري شو بدروح زقف لأحال مبروك حبيبتي وشفناك أنت عمت حتى الكرون خلص بدروح بايت بس لابلون ما ممكن في آفتر بس نرجع من موس ياسمينة عملونا آفتر بارتي قلت لأحبيبتي أنه أدوائخ الأدفايزر لأ منتسلة وخدي هالتيكت قلت لأ ما بدي تيكت كلها لم أعطيتني أربعة تكس ما حدا حيروح ولا أنا ولا أهل قال أكت بس خدونا أعطان بدروح لأمو بابا فوقتها ما قلت باي لأحدا أنا كنت كثير غريب ما أريد ما قلت باي ولا الأدفايزر ما كانت كثير مني حرام أنا كثير في حبة وما قلت باي لأ 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 تركت غرادة بالقودة تخير تركت غرادة بالقودة وطلعت نمت عن مام بابا تنهقت لأ ماما بليز نزل جميل الغرادة خلاص نسكرة وهكي أنا أنا رجع أنت عسؤالك أنه أهلي هنا ساعدون لأنه قدت كل الليلة معهم فش أدخل لأ بابا لأ مام حسنت تنهار أنا أوكي خلاص أنا يزعل أكتر من أنت يزعل مشانا الفوس في لابنون أكتر أنه سالون شعر وميك وكله بيوت وأنت تربح أهم شي خاصه بالبيوت في لبنان السالون ربح أكيد سالون ربح وبي وكل نربح لكن تعرف بعض في هيد الغير النسوان كمان الزهورية الأول ممنوع يفوتوا لا كلهم يغار لا يوجد مهرب يعني يكون أكيد عمر ماما شو بطل وزبون هاكلون لا عنجاد عنجاد في أساس بتستغرب مننا في ناس ما بيسلموا عليك في ناس بيقول مبروك في ناس ما بيسلموا كون مثلا مارا أكبر منك إيه أنا قاعد أمي وهيكا أنه بيقول أنه مثل أنا بيقول مين فكر حاليا لا أنا أهم مننا فبتستغرب مننا إنه ما كان بسلموا المايك وأخدته أنا عادة تقول مبروك ما بتخسر شي بس مارا تجي بس تجي بتو يوم مثلا نزع له الخسلة مثلا أو ما تعمل المايك الايلينر مثلا واحد تلو واحد لفور بطل ويوجي غريبة عرفت ما في خلاص بيحسوا عنهم مانون للستاندرد في ناس بحسوا الغيرة مرات عن جد تأذي الواحد يعني ما بتأذيني أنا عادة بكمل حياتي محدة فرق مع بس هي اللي عم تؤهر حاله مش أنا وهيدا كمان برجان عصاب لي منشوف ايام هيت على سوشيال ميديا لوحد مرتاح مع حاله ما هي يجي حت كومنت انه إذا عندك حدا ما بتحب تعذب حالك وتفوت جد بدون تأذي تأذي صح أنا ما بزعل من ما بزعل من حدا ولا مري حدا أثر علي لأنه بحيث أنه خلس كل واحد عنده حياته أنا حكمل بحياته عادة أنا عم بعمل لأنا بدي بأخير النهار حأرجع عبيت حأرجع عتاختي حكمل حياته عادة أنتو عم تقذوا حالكم أنتو عم تقهروا حالكم يعني مرة بالشهر مثلا بيتلعب بيله مثلا باراغراف مثبت عن كل شي خاصه بحياتي وبيعرف كل شي أنا أنه معذب حالك لأشو روح كتبه بالإنشاء طبعا موضوع الإنشاء أنه حطه بشي يفيدك ليه أنتو هل قد عم بتعذب ضميرك لتقعد تحط تحط كومنت يعني ما حت يعني واحد بيشوفها ليش الواحد يظهر هيدا الهيترد من حاله ويحطه على شخص تاني وبعدين مثلا لو من ثلاثة سنين أربعة سنين كن الانفلوانسر يتأثروا من هود الكومنت بس هلأ خلص فهمنا القصة كلها فهمنا أنه مضبوط فمضبط الاسر علينا يعني هودا عن جد كانوا أسروا قبل من قبل كان في ناس تنقزع مننا في ناس تصل إلى مرحلة يجب أن يساعد هنا يصبح الانفلوانسر من وراء الهيت كومنت بس أنه خلص نحن ونعرف ما يصير وهيك فخلص في شي معين مثلا إيام أنت تحسي أنه معقول يزعجيك من ما تشاهد نورمان يعني أول ما تلعت مثل لابنون كنتفكر كل العالم بتحبنا وياي وشو كلهم مبسوطين في كل العالم اللي بتعرفنا أكيد هل حيكون مبسوطين بس أنه انديواليتي ما بيكون هلقادي نحن عند عائلتي عند رفقات بس في أشخاص عن جد هن من هن يعني بطار تستغرب هلق أنه في حدا ما بيحب خلاص أنا عم بايش حياتي وأنا بس براس أنه آكر من المسلم لكن انتر وشوف بعد آه 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 ايه عن جد في يعني واحد مالك قول أسماء يلا منحط بلحب منحط بليب قولي قولي مصر ها ها ألف أكيد شي حدا من كل حرف بالألف بد في شي حدا حتى مثلا كمان لازم لازم الشخص هو ما يخلي التصرفات غيره وناس كان يعرف وهن اللي بيغلطوا معه ما تأثر عليه هو يعني إيام مثلا واحد إذا شايف شخص هو كتير منيح معه وبلش هو انه يتعطى معه بطريقة غير ما يحس انه لا أنا كمان بدي يتعطى مع العالم بطريقة وغير حالي لأنه بدأت العالم تتغير شوها معك أنا مثلا بحس انه بال ما يجب ما يجب أعمل هكي ما يجب أعمل أنه لا الميديا أنه عن جدا عمله متل بروتكشن لقلكم حطو مكأن انت ببوبل ما تخلو حدا يفوت إلا لا تقرروا أنت يعني ولا كومنت يفوت إلا تقول أوك هيد بحب هالكومنت فبتحس أنه أنا عم فإنه حالو بفكره أنه عم متضايق لا تشوف أنه حدا عم يعمل الأشي اللي أنت عملت بلا عم بسيط أنه عم بأس العالم و بخلي يعمل أشياء بحياتهم بلك عم تحسنون يعني كمان في شي كومنت بتحسيها مثلا كل واحد عنده شي كومنت مثلا أنه بيعلقوا على هالموضوع في شي تحسي أنه تشوف ريكورنت بيعلقوا علي العالم هيك بيحطوا هيت كومنت عليه ولا لا هايك شي كومنت ريكورنت بشوف دائما تنعاد يعني لا في كيز أخذ لأ بيقول أن أكتر من هيك شو بعمل يعني بس بحركة ما بقعت كوني ريكزة والله يساعد أو مثلا أه فرجونا من هيو فرجونا ببوبل إخ حتوطلع واحدة شاكلة طبعا سنت الجيل يوما حتوضروا 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 بالعكس عبكلا أنه هو شي الحلو أنه الجوري وكل البروست اللي حيصير أنه إتسفار يعني مثلا إتسفار فأنا بالعكس مثلا مثلا حتكون وراي أنا بحيث أنه أنا مأكد بالراسة أنه ما في وصائط ما في شي أنه I went through the same thing بتكون مثلا البنون الابل انفولف بطبع انت مثلا غير انه بتتوجي ما بتكون انفولف ب لا لا ما حدا في يدخل بال contestant أنا ما يصير أنه في حدا وصلا متعرف هلأ أنا بعرف هف فلا ما حدا ما حدا يدخل حتى الجوري نحا منعرف 24 هف ما بتعرف ما يكون فيه بركة انه حدا بيعرف حدا والله لا that's great هلا الياسمين ما بتعلم منشوفك على الاعلام منشوفك على التيفي منشوفك بكل شي عم تعملي على social media بس ياسمين ما بتعلم بحياتها نهار مثلا عندها day off كيف بتقدي نهار شو بتعمل أنا كثير بحب الجيم بهذا كمان بوقت Miss Universe فكرت حق الدرب ل Miss Universe وبعدين خلاص بالعقس تعلاقت بالجيم اكتر اتجرون a lot كثير بحب ما بحرف لي من انا وصغيرة كثير بحب اكتب كثير بحب انه to see my feelings يعني انا حاس انه اوكي انت هيك حاسة اوكي او مثلا تريد بحب اقرى كتير او اكتر شي مع my family دايما باختراع أسس اشتغل فيهم يعني ما في عند day off بحس انه دايما بشتغل يعني بدأت تعلم Spanish اوكي بدي اعمل هلأ هالك كورس فدايما بحس انه حتى لو مانا بالجيم عم بس دايما عم 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 تعب وقتك باشي وما عم تفيدك لبعدين وهيك لازم خصوص نحن عمر مع يعني حلو يعني كون عندك knowledge about everything يعني حتى لقص ما خاصنا فيها يعني انا مثلا ما بحب المات بس انا في بوك عم بقرة في ومات وساينس وكل شي فهيدا الشي كمان حلو يعني واحد قد ما بيقدر يطلع على عمر صغير حس كتير بتحب حس حتى بحياتك يعني هيدا تعلمتو من Atomic Habits انه Atomic Habits كتير حلو بيخلي انه بحياتك تركز عليهم تعرف انه هيدا الشي بغير لك حياتك هيدا القصص الصغيرة اللي نحن ما من انتباه لها بتغير وان بيخليك تساعدك تعرف انت شو عم تحاس مرات نحنا من عنا يكون كتير اموشن جواتنا بس ما منعرف انه متضايقة بس ما بعرف شو متضايقة بقلي متضايقة انه لتعرف مرة تاني ما تعمل هيدا الشي او ما تخلي حدا يحكي هيدا لانه هيدا الشي بدايقك فبتصير تعرف حالك اكتر يعني انا بحيث بمقيت مثلا هلأ اكبرت عشرين سنة بكتير في أساس مثلا I can't control everything يعني انت اليوم حكيتني شي ما فينا انا لك انه لا مبدأ احكي مع حدا في عالم حدا حكي حب ما بحب حيصير في حياتي مان حلوين او حلوين فلأ اعرف حالي انا انه اوكي بخلي هيدا الشخص يحكي مع هالكلمة او لا بدك تكون تعرف انت هاد يفيل شو الشي اليوم زعجك شو الشي اليوم حبيته شو الشي لحسيت انه غيات حياة حدا او مش غيات حياة كلها يعني انا حسيت عملت هيك لا حدا مثلا انا مبارح اجع بالي اجع شخص براس ات بد اكتب له شي حلو فانا هيك من راس فاتت انا اوكي هيد بحس انا تخيل الكارتون كيف بيرسمو مثلا واحد براسو كانو هيك مثل تيرك مثلا تخربوش افكاريك واضحة مثل واحد بس بالثيرابي مع سايكو مع كون عم بيحكي كون عم بيحكي زيت اشي بس بدين ما تحكيوهم لحدة والطهري افكاريك واللحدة عم تكتبيوهم وانت عم تشوفيهم وبعدين شي حالو مثلا بس بك ترجع ثلاثة شهر لورا اوكي انا هيدا شيئ اوه حالو هنا اوه انا كنت بدي مجمو بها المنطقة اوه كسر عندي هذه الشيئ سار يععم بسيرو فهيك انت تتذكر شو كان بدك شو تغير فيك فهيهيدا شيئ كتير كتير حالو انا كتير بحبار جورناليك بحسو بيساعدني يعني بسير اعرف انه اوكي أشعر أنه تصبح أمي أكثر من الأشياء الحلوة التي تصبح معك أو الأشياء الحقيقية لأنه يعمل شيء يحققه، يلا شو ناكست؟ ما بيوقف يقول، ما بيوم بصد بالشيء؟ ما بيوم بصد بالشغلة أنه أولا ما ربحت كنت براسة أنه ما كتير عاشت للاحظة أنه أنا مستلقى ما كتير عاشت يعني، لشو عندي هلا انتروفيوز يلا هلا عندي سعفراء يلا بابا يلا ماما يلا بس ما كنت عم بعيشة لأخذت معي وقت لأنه أكي أنت هلا أربحت لك شو عملت في أساس كان بديك إياها سعطت هلا عنديك في أساس أنتك أنت بديكت حقيقية حقيقتية فواحد بده هيك وقت ياخد أنه عملت عملت لأنه نحن دايما أنه أكي أكي واتس ناك واتس ناك واتس ناك بس هيدا الشي بيئزة يعني مزبوط في أمراض بتصير عفكرة مورة هيدا ايه اكزاكلي يعني كله بس واحد ما يكون عن جد عامي البروستسنج الاشياء اللي عم بتصير بحياته بيبطي واشياء عم بتزيد حياته ونحن عايشين بلبنان يعني واحد إذا بده ينزل من بيته عالمدرسة عالشغل بيصير معه مية شغلة لكنه أنا كمان أنه كتير رح بيباليش أعمله وبنصح العالم يعملوه لأنه كتير بتساعد خصوصا بيبنان يعني الكل عنده العادة واحد عيش ببلد طبيعي مثلا بيصير معه شغلة واحدة بيجمع وبيعيش حياته طبيعي هون لا يعني أراد يصير معه مية شغلة وبيصير معه مية شغلة لازم واحد على اللي اللي يكتوب يعرف حاله وشو عم بيصير معه يعني نحن نقول دايما انه دايق خلقة متضايقة لا متضايقة لا دايق خلق شو صار ما أشوف فيه لاش هيك واحد بيعرف واحد بحس عنا بلبنان الكلتور انه صار معي شي يلا ما موف اون يلا أصلا بكرة عندي شي وعندي هيدا بداعة الهم وبكرة فما بنعمل بروسس للإشار بتسير معنا عنا شي كتير in common اللي هو منحب نعمل انترويو لعالم انت من وين اجيت هيدا التيلة من عملك سبع سنين تحب تعملي بس من وين ليه قررت اتبال شي على يوتيوب وكيف كان البروسس هي لانه فتت جرناليزم بالجامعة يعني انا وقتها اجيت بدي فكر شو بدي أعمل بالجامعة استاذ اتذكر انه ما بدي فوت انا كنت عملي ساينس بالجامعة بالمدرسة يعني فبحب البيولوجيا وهيك بس قلت انه لا انا بالجامعة بدي أعمل شي انا كثير بحبه وهيك انا ما ازهق منه فستاذ اتذكر انه انا وصغيرة عندت كنت حب الانترويوز وهي شي بحبه لماذا لا اتذكر بعد كورونا كنت كتير عم بحض الانترويوز فقل له لا بابا انا انا هعمل انترويوز هيك فبعدت ايميل لعمر الشغري عمر الشغري صح بعدت هيك ايميل قلت انه ما بعرفش هيصير انه قلت له انه قلت له انه it's my first episode وهيك I want you to be my guest فانه وقتها راد سار عرس بالبيت انه راد وهيك دغري بلاشنا جبنا كاميرا وهيك وبلاشنا دغري الانترويوز فانه هيك صارت يعني وقت كورونا لانه كنت بدي اعمل شي بهيدا الوقت في هذا الوقت كنت بدي احس انه after two years عملت هيك شي من ولا شي وكان وذي اسمينا الشو هو قصته اصلا بتعقد يعني انت بلاشت مع اول guest وكانت هيك ايه وكان اول شي يعني ايه يعني بعض انه هلق بعض نكومنت عن فيديو عمل الشغل انا انه oh my god بعضا وشو البلان مع الشو انت معقول بعدين نجح نكفي فيه حسو عم يكبر معي شوي 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 يعني انه هلق بحس انه هلق كل عام تعرف انه عند وذي اسمينا الشو فهلق بمبعي بودكاست عم بعمله هلق هيك شوي شوي عم مكمل فيه لانه هلق بحس انه مش وقت عم جد فوت فيه على اخر لنشوف عم جد وممكن تنعرض وممكن كيف يكون الـ production فيه كذا هلق بلانز بس بعض ما منعرف يلا اميزين هيدا 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 المين فوكس طبع اكيد بدك تعملي كذا شغلي وعندي كتير options نعرف مثل لابرون في ناس ايام بيروحوا تمثيل بيروحوا بيادموا بيروحوا على التيفي بتحس انت يعني اكتر شي بديك تركز عليه هو الشو لا ليك ممكن لانه بحس هلق نفتح لي كتير opportunities اكيد فمو بعرف اي ستاب ممكن ايخد بس مو بعرف تتمثيل بس اكيد بدك ياسمين الشو حيضل دايما معي يلا كانت ويت صراحة اكيد معها حافة ابيسود يعني يلا اترينوان واكيد انت مثل لابنون يعني عم تمثيل المرأة اللبنانية واكيد انت حدا الشي كتير مهم عندك يعني شو بتحسي مثلا اكيد هلأ عنا المرأة باللبنان كتير مأكل من حقوقها شو فيه مثلا شي اذا فيه كد تغيري بموضوع المرأة باللبنان شو ما هو التغيري لك في كتير نحنا حقوق عن جد ما عندهم إياها يعني بشوف من إمياتنا من النساء اللي بشوفهم يعني أنا دايما المرأة سألوني إياه بميس لبنان وقت كنا عملت دارة وسألوني قلت لهم أنه أنا كتير بحب أن المرأة اللبنانية كون في عندها حق طاعة الجنسية لأولادها كتير بيعني هالموضوع لأنه أمي مانا اللبنانية وستة اللبنانية فكان كتير سهل عامة تعيش باللبنان لو أمي عطيتها الجنسية فبحب هيدا أنه عن جد أنه ليش لا أنه شو هيصير أشخاص عايشين معنا عايشين بيومياتنا شو الفرق إذا أمي اللبنانية ليش ما عبدوا نعطاهم جنسية يعني لبنان نعذبه وندوبل وتريب عن حياتنا ونحنا هن عم بيأدمر لللبنان ونحنا عم نقدم لللبنان عم نشتغل سواء باللبنان فهيدا بحيث أنه هيدا لازم تكون يمكن أوك في قطة أهم بس هيدا كمان بحيثها كتير مهمة لأنه نحنا هيك عم نساعد النساء اللبنانيات وعم نساعد لنا ولادهم وعم نساعد بلبنان هلأ في كتير حقوق كمان مش بس لألمرأة اللبنانية لأنا كلنا هيدا عن جد كتير مهمة عطونا عطوه النساء الحق أنه يعطوا جنسية لأولادهم يجب أن تحدروا إذا أحدا أهله بالدولة بالسيئة إذن سأخبروا أنو تخيلوا أنو أنت هندلا مثل لبنان أتجوز أحدا مستغلسة الحقوق مستغلسة أولادك منو لبنانية يعني أنت لبنانية إذاً ما كنتي فقد فيها السببور لأنا أياها منفسد لا لكن أنت أن الهوية عطونا نورها وفي الأعناس آخر مثل أنني محثث في أحده العالم ما بيخلوا البنات يكملوا دلستهم او ما بيخلون بيشبروهم يتجوزوا عمر معين لا اسباب دينية اسباب ما بعرف شو هي بالظبط بس انه قدي حلو المرة تكون انتباندن يعني انا بحث هلا انه انا انا فينانشال انتباندن انا مثلا سوشال انتباندن هيدا شي كتير حلو وبيعطينا انا قوة انه انا كمل انه اه اوكي هلا انا انا امتباندن هيدا شي حلو فهنا انك تعطيون هيدا الفرصة يكونوا هنه كمان مستقليين وهيك هيدا شي كمان بيعطينا قوة بعد في هيدا عنا بلبنان بمحلات بلبنان و بشوية عيال و كولترز انه والله المرة انه خليعة تتجوز عبكير ولشو تفكر هلا بمستقبلها واذا بدأت عمل حكيمة او مهنسة او شي بياخد كتير وقت لشو انه تتجوز ورتاح بنات عم بيصير شوية عنده من وراء سوشال ميديا ومن وراء العالم انه شو عم بيصير يعني قدام عيونه انبطل فيه العالم تتحكي عليهم انبطلوا فيه يجبوا رشي للبنت خلص حتى انا ضمن طب يعني انا كتلميذ طب عم شوف انه صار تقريبا شي 55% من التلميذ الطب نسوان وشي 45% شباب يعني في بنات يعني قبل كانت الطب كلها رجال هلأ بلشت تنقلب شوية يعني صار فيه بنات اكتر بكتير عم بيفوتوا على هيدا المجال وذاتس ميزين يعني دايما نشوف مثلا اخبار بيطلعوا على انه عملوا مثلا عملية بامريكا كانوا كل الجراح كل ال نساء كله النساء يعني كان جراحة وكانت النرس ويعني كل اللي بيكان بالقوضية العمليات كانوا كله نساء عم نشوف تغيير بكل المجالات ان شاء الله ان شاء الله سوشال ميديا موضوع يعني فينا نقعد نحكي عنه من هون لبكرة وين تحسي انه انه البوزيتف والنجاتف طبعا اكتر شي انت عم بي يعني عم تحسي فيه انت بحياتك اكيد بيعطيك البلاتفورم انك انت تحكي مع كتير عالم بس كمين بيجي مع سلبيات يعني انا بعدنا عم بقولك كانت مبارحة لأهلي انه بتحس وقتها تصير ببليك فجر كل واحد عنده opinion about you يعني وهي ده depends على انت شو بتعطيهم مثلا اذا حدا شافني اليوم بالانتروفيو اه اوكي هيدا هيك اذا حدا شافني وسأنا نصورة اه هي فكل واحد بيشوفك بطريقة مضبوط كتير غريبة انه محدا بيعرف عن جاد ياسمينة مثلا يعني من هود كل الاشخاص اللي عاملين ما حدا يمكن بيعرف عن جاد ياسمينة بس كل واحد بدي يحكي عنا بطريقة اللي هو هي رسيف يعني كيف انا فهيك شوية غريبة يعني هودة مسلا بعد كومنت وهودة هنالقصة المنا منيحة بالسوشيال ميديا بس هي حالة لان ات بلاتفورم يعني انا بحيث انه هلا اذا بدي اقول شي العالم عندي حت تستاعب او اذا قالنا الت بتوصل للعالم تريقة سهلة هيحبوها فالت بلاتفورم هيدا شي كتير كتير حالو وانه كمان اللي هيدا انه بتعطيك كمان شو ما عملت انا اذا عم بوسي لصوتي يعني شو ما عم بعمل عم بوسي لصوتي لعدد كبير من العالم مية بالمية في كتير ناس ما ضرور يكونوا شوبيين بنات شباب صغار او صباية ما بيحسوا عندهم هيدا الكونفيدنس اللي بارك انت عندك ايه وهلقدي منطلق او بتحكي اذا عنديك ادفايس ما عود بدك تعطي لحدا بده يصير هيك وبده يصير يبطل يستحي وصير هيك يحكي ويكون ما ما يخاف من شي شو بتكون هيدا الادفايس انت كاريت وقت قوام مرة قد قلت لها الفقات انه قدمت عمس لابنون امر في ايه قال لي انه قدي واحد بد يكون عنده جرقة ان يقدم عمس لابنون يعني انت هلقتي في حالك حلو انا بسخلس مستر لابنون الو ايه انا شفت 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 عمس لابنون بس وقت تكون جريء شفت 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 راح تقدم انا حلو انا حلو انا بقول له هدو الاشخاص انه اول شي لابن يعرف وليه ان بيستحوا لانه في كتير اوقات نحن عم منحاس انه يمكن مرات بانضبط هيدا الشي بحالنا او بده اعمل هيدا الشي ليه واحد بيستحى يعني انا اوقات كنت اقول انه انا بيستحى يمكن اذا ما عملتك شعرات او اذا حسط حالة كتير عاملة برونزاج بحس حالة كتير صامرة مثلا فانا هيك انا انا صغيرة فواحد بقتها يشتغل على هدو القصص يزبط يعني انه انت شو حاس بدك تزبط في حياتك هالشي واحد بيستاعده وقتها يحاس انه انه ليه بكستحى كلنا منغلط اذا انت خايف تغلط كلنا منغلط وكلنا بمحلات وكلنا بيجنرز يعني كلنا بلشنا من من محل يجب ان تبدأ وينما كان يعني انا يمكن اذا بتشوف رناس من سنتين ما انا مثل هلا وذات الشي الاشخاص البديو يبلشوا يعني ما حيكون مثلي انا هلا حيكون مثلي انا وصال من سنتين فواحد لا لازم يشتغل على الكونفيدنس لانه لازم يقرأ لازم يتعرف عقصص يعني انت وقت يكون عندك نوالج اكتر بتكون كونفيدنس اكتر فيك تحكي بقصص اكتر بتحس انه اوكي في عند شي بدك تشوف انا شو قصدي اوكي هلأ فرجيك مايبوك انا هيدك قصدي فوقت يكون عندك نوالج جميح هذا الشي بيساعدك وقت انت تعرف انه كيف ترميز نفسك يعني انا بحس انه هيك انا بحكي انا هاو هاو ارميز هيدا شو فانا واحد اللي مشتغل على الديتلز بحياته الديتلز الديتلز يعني ايه بحس كمان بس واحد يكون كتير منيح بشغلة او يشتغل على حاله كتير بمسلا مثلا مثل مهنة معينة او برياضة معينة او بشي هابي مثل ايلم موسيقية بس كون كتير منيح هيدا الشي انه شوف عم بيعمل شي العالم تحبوا هيدا كمان كتير بحس بتعطيل انا من هيدا كنت تعلم بيانو اوكي فكنت حاس انه كل يوم عنده ساعتين بيانو اتمرن فيهم لمدة 8 سنين من حياته فهيدا الشي كمان ساعدني انه في عنده شي انا بعمل بحياته انا مش هيك انا فيه شي بعمله اه في شي قلتي على انه واحد بيعلق على حيالة شي بيشوف اذا حدا شايف صورة بيقول شي يعني حتى مسلا عم بتذكر حدا بس يكون شايف شي على تيك تاك انه بس يكون يعرفني على تيك تاك اا تيك تاك او حدا يكون شايفني البودكاست حتى الطريقة اللي كيف يعني بالحقية كيف بيحكوني ايه يكون واحد بس بيعرفني من البودكاست بيحسنا انه قريب عليه انه هاي او بيصير هيك بيصير بالراسة بس اريق تيك تاك عنده هيدا negative image طبعا ويبن ذو بجارب قد ما فيه كون المحتوى انه عم فيد العالم فيه بس انه تيك توك اه هيدا من تيك توك غير انه والله هيدا من البودكاست حتى الشخص كيف كيف بيطلع عليك كتير فرق من انه والله هيدا وهيدا حتى انت بس عن بسئلتي بس حدا يشوف مثلا صورة بيطلع فيك اه هيدا البتاعمت هيدا البس شكل اه هيدا اللي بتحكي اه هيدا اللي بتحكي بس لابنون مئة الف كينيت اذا انت مسلا هلا عنديك بزنس ايديا او بديك تعمل انفستمت بشي شو بتكون هيدا الانفستمت ما حقول لانه ما حاكشف عن شو ماي ناكس اه فشكله البرائز ماني يعني حتعوزيها بيت وانفست بشي صح? اه اوكي كمليك بعضهم مش مدورين لا لا هلا اندقروا هلا انا حا ما حقول لكل انه اندقروا هها اندقروا وعايتلع الميكرو اندقروا بس انه يعني انا بصرفهم بحي شو مثلا سياسة شي هيك بس انه اه انه في انفستمت حيصير بهذا البرائز اللي اخدته بانت شي بزنس بلان ما بعفزة بزنس ولا مش بزنس اهه يلا اكسيتل امتن شيء قريب او شيء مثلا بعد بعد ما تخلص من مهمية في السابق امتن بعد ما خلص اوكي يلا اكسيتل بكرة بتقولي هايلي 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 اكسيتل يلا قيت اه حاسيك انه كتاب تحبي السياسية انه فيتي عم تدرسي كنت بالصبival مع الجورناليزم ولا اه لا كنت عمو ериديو وتفير وجورناليزم بس تحب السياسية اه بحبي انا اكيد اكيد اش كلمة بحب السياسة بس انه بحب ما بزبوط فيه مشروع سياسي بتحس المستقبل لا بحس هلق شوية شوية غير يعني اكيد باركي لبعد على المدى الطويل طويل طويل انت مثلا تشوفي انه تلاقي حالك بها الشغلة ممكن اي طب اذا خيروك مثلا تكون نيبة او وزيرة هي نيبة بس انو نيبة بنحط لها تاي مربوطة مالك نيبة ولا وزيرة بحس وزيرة ليه بحس في كل فيه عند مشاريع اكتر اعملها يعني مثلا النايب اوك حنشرع اوانين بس بحس انو ممكن بكون عقارد الواقع اكتر او هيك شو مثلا ثقافة السياحة شو تفضلي اذا خيروك هلأ الشغل حلو عم يكون بزوعة وزارة السياحة هلأ وزارة السياحة هلأ عمنا كمان كنو لمس لابنون و هلأ هلأ عم يعمل كزا كمبين و هيك فبحس حلو that's amazing يلا ان شاء الله منشوفيك او نيبة ما منعرف نشوفيك وسلم بعد بودكاست او نشوفيك او نشوفيك او نشوفيك او نشوفيك او نشوفيك نشوفيك خلاص انا انتخبونا و هكلي جنسيت كلها خلاص ايلا كم هقعتني سعيات الجنسيت خلاص انا اول واحد بصوتلي منعملي كمان على صوشال ميديا خلاص هيد علي بس انو عنجاد في مشاكل مثلا عم تسير بلبنان بدن واحد يساعدن فانا طلعت انو اوكي فيه اشخاص مثلا مياخدين قضية لمرأة والطفل فيه اشخاص مياخدين كذا قضية فحسست انو هيدا ولا مرة حدا اخد قضية الطفل والجوع ولقات انو فيه فيه حدا بيشتغل عليها اللي هي البناز فودبانك بيشتغلوا عن جد يعني انا شفتهم كيف يشتغلوا نزلت معهم وهلق في عنا كمان بروجيكت هلق سون بهول كم يوم فكتير حلو هنه كيف يساعدوا عيال فيه اشخاص عن جد ما عندن اكل او ما عندن الامكانيات انو ينوعوا بالنظام الغذائي اللي ارنا وهذا الشي انو عم يكون المينموم يعني عم يكون المينموم يعني دايما انو معلبات او مثلا حبوب عم يكونوا فتخيل انو احنا بلبنان فيه اشخاص عايشين معنا او او قد جيراننا مانو قادرين يامنوا هيدا الاكل فهذا الشي عم يشتغل عليه كمان ببلد انو فينا نزرع كل شي وفينا ناكل كل شي معقول نفكر فيه ما فينا ننسى انو بعض المعاشات كتير قليلة بالنسبة للحيات اللي عم نعيشها والحيات عم تغلى وفي معاشات بعضها ما ما تكفى ولا كهرباء ولا ماي مازبوط لا تكفى وشو الشغل مسلا تعملوا انتو فايزيكلي يعني مسلا يعني هنه هنه هقول هلا الكمبان اللي هنعمله هنجمع هلا اكيد مساري من كتير عالم يعني هنعمل مثل سنتر وناخد كولز ونفتح لايف لانتجع العالم اكتر وانا حاكون مسلم اللايف اللي احنا هنعمله لانه هيدا الشي بتحليه انه اوكي يلا يلا وهلا قريبنا الموصل للتارجد اللي احنا بدنا اياه هلأ بعضلنا هالآد فهيدا الشي اللي بيعملوه بيحددوا عيال وبيساعدوا كمان جامعيات تانية يعني مثلا في جامعيات بيكون بحاجر هيدا الشي اللي بنيس فودبانك هو بيساعدها الجامعية ومسلا بيقولوا في عنا اليوم نوزع ألف واجبة اللي عم عنا خمسة ألف واجبة وعندن أرقام كتير كبيرة عندن أرقام عيال عم يساعدوها كتير كتير كبيرة That's amazing ويلا ان شاء الله بنشوف في هذه الكمبين نوصل بتوصلوا للتارجد تباكم اكيد 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 ايدي بلا ما بده سؤال قبل ما نروح الاسئلة السريعة فينا مع قول نشوف التاج First hand بالعلبة بالعلبة كمان Hi تقولي هذا الكاميرا at least Say hi على الميكرو وين بتطلق أي واحدة هيدي 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 هاي هيدي هاي اللي قالتلي عن جاد إذا حبيبتوا البودكاست أو اللي اسمينا عملوا اللايك وسبسكوكو وعملوا فورا هيا كاميرا هيا كاميرا اوكي هل بده تشوف تاج حقيقة رادي يلا اوف بيفتح هاي حبيت كتير واوو تلابسين ايه لا بعد ما نصور فيه ممنوع حدا يلبسه ايه ممنوع ممنوع بس انا ها مريش هون نتصور فيه نحطه هون لا يكيش عوريك نحطه عليه ايه وووو أتسابت لاه نوع عداد حلو صراحة شاطي اللي العجب حبيت انت عملتيه كمان بس ما فهمت وين كان سخن في انتربيو قلت انه كان كتير سخن بس حطوها راسك بس صبوه هيده بس صبوها لها عاملينا عقد راسك يعني انه لا عقد ما كان سخن كان هيك عملوه دخري حطولي اياه اوكي دخري يعني انه حطوه كمان كتبين اسمك عليه كله من جوه امتخ القاني كمان يلا اسئلة سريعة اخر شي اوكي زوج عنديfriend م Terreي Ivana يكون البنان لا ابحثت نو او مش خلط اه حنا اوه عطب سراحة اوه ماها اسألك اذا كان هناك سيحده 부부 هي يو او لا اكيد اي عائدهم كثير مش شباب ومئنيت هل تريدون أن تعرف ماذا تريد أن تشاهده؟ واسمه؟ تريد أن تقول الأسامة اليوم نعم! لدينا نوة غيره؟ لا! الحقيقة ولا الكراش والنوة ولا أحد أخرى لا يمكنك أن تقول الأسامة لا يمكنك أن تقول الأسامة لكن أنا هناك أحد في حياتي وماذا تريد أي مواصفات تريد أن تكون عند الشرط سأكون عبو صفي أقول لك ما أقول دغري ما أقول يعرفه دغري ما أقول يعرفه خلاص منهم لا! أحلى هيك دخليها سيكلة أحلى هيك ماذا تريد أن العالم يجب أن يعرفه؟ ماذا تريد أن أكلتك؟ أكلتك بأكلة مقلوبة من الماما؟ نعم تريد أن تيك توك كثير؟ لا تيك توك لا لا تيك توك يوتيوب أكثر يوتيوب وإنستغرام هل هناك أحد أحد متحبك في التابع بك بالمديد وقتك كثير؟ كثير أتابعها فقط ابي توقف ابي توقف أنا متحبه أتعرفت أيضًا أنه أتعرف الأطفال نعم شاء الله نستمتعونهم شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لقيمت ببطاقة لبنان مديني كين على البودكاست فهل إن شاء الله إي بي نكست شو بعد عنا كمان منقوشي تزعتر أو وجبني زعتر أنا كوكتال نخده اثنين بس كن شوي زعتر شوي زعتر وسميكة ولا تخينة لا سميكة بتعرفي يعني هي هو الاشياء صغيرة كتير بتقليك عن الشخص بتعرفي انه والله اقها مثلي فيه ناس بتحبها رقيقة فيه ناس بتحبها سميك شو كمين عن بتحبي البحر او الجبل اكتر الجبل الجبل شو احلى ادفايس اخدتي بارك شي اولا ديالتي حالا بالأبسود بس في شي بارك ما يكون خصو بمس لابنون بارك ما يكون حالا شي قاطع بحياتك هيك شي شي علق معك في حدا قلة من شي ما بعرف كتير كتير زمان انه بيستيباء الحياة ما في لمتس صبعات المتذكرة ما بعرف لي وما بحاية تشفته مرة واحدة هيدا الشخص بس علقت بي راس كتير انه عن جد انه ما في لمتس انت لازم تعمل للمكسيم قد ما انت بدك لازم دايما انت تهكي تتمشي بعض وبعد بعد لانه عن جد ما في انه خلاص هون you have to stop دايما لازم دالك عم تشي وإذا انت لازم دالك عم تشي صح هكتير بحبة انه انا اتكون مثلا انا لا انا خلق هلا اعمل هك بس انا في حالتين عم تشتغيل صح that's amazing هلا انت امتا 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 بيخلاص تخلاص مهمتك كمس لابنون بعد ما بعرف لا يستير في مس لابنون اوكي فهمت عليك بس ما فروض لتساي ما فروض سبتمبر اخر السنة اوكي من بعد ما نخلص شو عنا اكيد عندي كتير options كتير معقول اشيات عملية عندك كتير تمثيل اخرى whatever it is معقول تقدمي برامج معقول كتير عنديك اشيات بلشي brand وين معقول نشوفيك what's next كتير صعب سؤال لانه عن جد عن جد انه ما في شي clear لهلا يعني بتاع في وقت تكون ماشية وفي كتير options بس ولا شي ما في ولا ما في عنده هلا ولا عرد مثلا لأقول انه ممكن تمثيل او ما في مسلا شي انا هلا عن جد عم بشتغل عليه فهلا في شي عم مشتغل عليه بس انه ما حي حيصير اكتر وكل ما تعمل اشي وتكسب experience كامل ساب وهايد هي اخر شي عن جد تانك انك جيت على البودكاست ان شاء الله تكونوا حبايتوها وان شاء الله تكونوا حبايتوها حسيتها اشترك لان الاضيس لقلق غير وقاربير من عمرنا اكتر وان شاء الله يكونوا حبا هذا الشي وعن جد اخر تانك انك جيت ان شاء الله شاء الله تكونوا حبايتوها واكيد اذا وصلتوا للأخير ما تنسوا اوهلي like comment subscribe اذا عم تحدوا عن غامي follow the podcast عن غامي و نشكو في اخر episode of Unjaded اشتركوا في القناة